بياه الورد هذي امل حجيزي على غاديوماتونيزي سبعة ثمانية واربعين دقيقة صباح انو الناس اللي خلطوا علينا في الاستماع تواع على الميال مية واربعة واحد وزيد على تخوة وبلو في بوان غاديوماتونيزي بوان كوم باش نكونو معاكم حتى النص نهار وحبينا نرجع على عيد المرأة لي كان امسو وبرشا حاجات ممكن دي ما تصير ناس يل باختاج تصاور يل باختاج زيدا هاكا اقويل وغيرو تمجيدا للمرأة او دي تكست مزيانين بارشا تمجيدا للمرأة انا باش نمشي دي غيك تمان لتكريمات كان سار البارح مناسبة عيد المرأة تكريم اول سائقة حافلة بنابل مناسبة الاحتفال باليوم بالعيد الوطني تم تكريم هوداء تيمومي هي اول سائقة حافلة بيولاة نابل واللي قدرت انها تكسب ثقة ومحبة الحرفاء متاع الشركة بخلاقها وتفانيها في العمل متاحها كما تم تكريم سامية العجيلي وهي عاملة نظافة بشركة من قبل رئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بنابل عبد المنعم لهبيل وكان موجودين معناها مجموعة اخرى هكيكا كانت فما اجواء انتع تكريم مزيانة بارشا حبيت نجازة على قولة قالها امس رئيس الجمهورية قيس سعيد قال ستحلقين في الفضاء هنا يتوجه بالكلم هذا للمرأة التونسية وهنا دارت برشا حاجة تعليق ضحك على الكلمة هذه ولكن هي في الحقيقة حاجة بالمنجد هي اتفاقية لارسال اول تونسية واللارسال اول تونسية الى الفضاء هذا اليسار امس عبر وسائل تواصل عن بعض على موكب امضاء اتفاقية مبين مجمع التيلانات ووكلة الفضاء الروسية الاختيار وتدريب وارسال رائدة فضاء تونسية نحو محطة الفضاء الدولية وذلك بمناسبة العيد الوطني للمرأة وفي كل ما سبقت موكب التوقيع قال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد انه لن يترك المرأة التونسية مسحوقا للتجميل بل يجب ان يتكون فاعلة ولها كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مساواة تامة مع الرجل كما اعتبر قيس سعيد ان المرأة في تونس كسرت الاغلال واصبحت حرة ومكرمة وتحظى بمكانة مهمة وبدور فعال كما تقلد عديد المناصب العليا في شتى المجالات وهي الان تستعد للتحليق عاليا في الفضاء قال انه تونس بش تواصل المعركة لصناعة تاريخ ناصع جديد يلقى فيه كل طرف حقوقه كاملة في دولة تقوم على احترام القانون كيف كيف خاطب الرئيس التونسي رئيس الفضاء التونسية اللي بش يتم اختيارها وطالبها بانها ما تنساش انها تهز معاها الراية التونسية للفضاء في حركة رمزية تأكد ريادة نساء تونس في مجالات عديدة واستعدادها لصناعة تاريخ جديد للبلاد كيف كيف زادا قال انه هناك جاذبية الارض وهو امر طبيعي وجاذبية بعض الحركات التي تريد ان تعود بنا لتحت الارض هذه في رسالة مبطنة للرئيس لكنها جاذبية فقدت كل تأثير لها دونك هذا اهم ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية امس في صباح امس في عيد المرأة دونك هذو ما اهم حاجتها كجلبو انتي بيو حبيت ان نشاركهم معاكم اليوم التكريم وكلمة الرئيس ان شاء الله ديما المرأة التونسية في العليل يا ربي وعيد هيكون كل يوم مش فقط يوم 13 اوض صباحنا ما زال متواصل حتى النص النهار انتو ما خليكم معنا بعد شوية اهم الاحوال الجوية بتبيعة بعد الاسبوع الصعيب بارشة اللي عشناه حتى اليوم كيينو صعيب شوية ما هو حسب المعهد الوطني رزي الجو يقولوا انو حرارة في انخفاض نسبي وفما امتار رعدية متوقعة ببعض المناطق بشنعتيكم بعد شوية التفاصيل خليكم معنا